بسم الله الرحمن الرحيم بناتي وأبناء الطلبة نتكلم اليوم في مشروعنا الفني عن التصميم ويعتبر التصميم من أهم الفنون في حياتنا المعاصرة لالتصاقه الكبير بيومياتنا فهو يصاحبنا من قطعة الشوكولا الصغيرة وحتى الطائرة فخلف كل أداة نستخدمها وكل كتاب أو منشور أو إعلان أو برنامج مصمم أو مجموعة من المصممين المبدعين تتنوع أنواع التصميم من الجرافيك إلى الديكورات المنزلية إلى العمارة بأنواعها يدخل في هذا تصميم السيارات والأجهزة الإلكترونية ونظم البرمجة وحتى تصميم الأزياء يعتمد التصميم على أسس وعناصر على المصمم الجيد مراعاتها وقد شرحناها هنا بشكل مفصل الخطوط الأولى من أهم مراحل التصميم وهي التي تحدد البوصلة ومسار العمل وتوضح الأشكال وتهدين مفاصل العمل الفني لنوظفها بالشكل الأمثل نستخدم الكثير من الأشكال المعتادة وغير المعتادة في بدايات التصميم ونراعي أسس التصوير التي درسناها والتي ستفيدنا في التصميم ونراعي أيضاً المعاني المنبثقة عنها والتي تلبي غايات التصميم وقد يلعب اللون دور البطولة أحياناً في التصميم فعلينا دراسة إيحاءاته وقدراته التعبيرية ليظل الدافع المحرك في إيصال رسالة التصميم سنأتي على ذكر بعض الألوان وما اتفق الفنانون والمصممون على أنه الإيحاء الأقوى الذي تحققه هذه الألوان تتفق الألوان الحارة فيما بينها على كثير من المواصفات كالتعبير عن الحرارة والإثارة والقوة الألوان الباردة ذات مفعول مهدئ وهي خير معبر عن الطبيعة وتلتقي كثيراً مع الألوان المحايدة هناك ألوان هادئة خاصة لها تأثير كبير في بعض التصميمات وتحيي بالرقي والرفعة للمصمم علاقة وجدانية مع التصميم سواء كان تعبيره بالرمز أم باستخدام الخط العربي كما نرى هنا هنا تصاميم مبدعة استخدم فيها المصممون الفراغ الأبيض كعنصر فاعل في استكمال الشكل وهنا استخدم المصممون الشكل المباشر الناتج عن استخدام الأحرف بطريقة مبدعة وبكثير من الاختزال وأن يعبر التصميم عن فكرة مجردة وبشكل مبسط مختزل فهذه تجربة فائقة الإبداع كما نرى هنا في هاتين الحالتين تختلف الرؤى عند الفنانين ونلاحظ هنا الحالة الإبداعية المتميزة أيضا هنا نلاحظ أن الموضوع واحد ويختلف التصميم باختلاف المصممين ويتفق الجميع على القدرة على التعبير بأبسط الأشكال تتميز الشركات الكبرى بإلاء شعار الشركة أهمية كبرى من حيث جماله ودلالته وتأثيره نلاحظ هنا كيف اعتمدت هذه اللوحة الإعلانية قيمة هامة هي قطر بين الأصالة والحداثة وتم ترتيب العناصر لتلتقي في الوسط عند الرقم ثمانية عشر وهذا أحد الملاعب التي أدرجت سابقا ضمن باقة ملاعب كأس العالم 2022 وننوه أن استخدام الخط العربي بشكل مبدع يعطي قيمة إضافية جمالية للعمل ويزيد في تأثيره الخط العربي غني بتنويعاته وبقدراته التشكيلية وعلى المصمم الاهتمام جديا في الاستفادة من هذا الفن هنا نلاحظ أننا استفدنا من كلمتي بحجم حلم ومن توارد أربعة أشكال تشكل 2022 وهنا لوحتان استفدنا في اللوحة اليسرى من رفع اللامين والكاف لتشكل مكعبا يشبه بناء الكعبة المشرفة واستثمرنا في هذه الآية فلنولي أنك قبلة ترضاها وفي اللوحة اليمنى اعتمدنا التناظر في تصوير هذه الجملة الجميلة بالخط الكوفي لا غالب إلا الله ثم استفدنا من وضع كلمة الله لتحيط بكل شيء ولتعطينا معنى إضافيا آخر هو معنى الإحاطة مستخدمين التناظر اللوني وتعكس الألوان من الأعلى إلى الأسفل تحفل دولة قطر بكثير من الأبنية التي تدل على تاريخها وحاضرها ولم تأل جهدا في الاعتماد على المصممين المتميزين لتحقيق رؤيتها الفنية والتراثية وقد تألق المصممون في العالم بإبداعاتهم حتى أننا نرى غرائب التصاميم في مختلف مختلف أرجاء المعمورة أعزائي الطلبة ننتقل الآن إلى تطبيق عملي لما يمكن أن نكون قد استفدناه من خلال عرضنا السابق لأسس التصميم وأنواعه وقد اخترت كلمتي المشروع الفني الذي سيصاحبنا نهاية كل وحدة وسنقوم الآن بتصميم لوجو لهذا المشروع في البداية نستخدم ورق الكلك الشفاف ونضع تحته قطعة من ورق المربعات وكان بإمكاننا أن نعمل عليها مباشرة ولكن الأفضل استخدام الورق الشفاف الآن نرتب حروف الكلمتين بشكل طبيعي ودون أي إضافة أو تحليل ونكتب الكلمتين بنفس العرض ونفس قياس القلم ولكن نبدأ بعد الكتابة بالنظر إلى شكل الكلمتين العام نلاحظ هنا أنني سأنقل كلمة الفني إلى الأعلى وسأقوم بكتابتها بشكل أصغر والآن نقلتها إلى اليمين قليلا لا بأس في استخدام القلم الرصاص بشكل سريع لا تقلقوا من هذا الموضوع ألاحظ الآن أن هناك بعض الجماليات التي يمكن استثمارها يجري القلم الآن بصورة أكثر تحديدا إذا لاحظتم اعتمادا على المربعات ودون استخدام المصطرة فأنا الآن سأبحث في الحروف وجماليتها وكيفية الاستفادة منها لاحظوا في البداية حرف الوا في كلمة مشروع كان شكله مسلثا والآن غيرت هذا الشكل إلى نصف دائرة ليناسب شكل الميم والياء التي جاءت قريبة منه في كلمة الفني الآن أيضا نضيف قوسا جميلا بعد الفاء بين الفاء والنون ثم نكسر الشين لتكون بشكل مائل ولاحظوا التناسق الجميل بين الشين وكلمة الفني وكيف احتوت الراء والواو يا الفني بسبب الكتلة الكبيرة في الأعلى أضفنا قوسا للشين في الأسفل لاحظوا كيف أعطت توازنا نهاية ألف الفني أيضا قدمناها كقوس لتتناغم مع ميم المشروع وحتى الزخرفة الجميلة للألف والمعروفة بالخط الكوفي على شكل مربع لاحظوا ماذا سنفعل سنحول الخط المستقيم إلى قوس لكي أيضا يتماشى مع الميم كما تلاحظون الآن ثم نقوم بزخرفة أخرى لنوازن الموضوع إلى اليمين أيضا نضيف ما يشبه هذه الزخرفة إلى ألف الفني ونزيد قليلا في تحديد الزوايا والأقواس نلاحظ أن قوسين جميلين في الوا والرى ممكن الاستفادة من توازيهما يجب أن يؤدي التناغم المطلوب فأطلنا النتبة في أعلى العين والآن أطلنا ذيل حرف العين لاحظوا الآن كانوا من الممكن الاستخدام الطبيعي للمسطرة ولمن يملك مرسما كالذي أرسم عليه الآن بالإمكان استخدام مسترة المرسم لا مشكلة بالنسبة للأقواس نستخدم مساطر الدوائر أو المنحنيات التي ترونها الآن بحسب الحاجة وكثير من الخطاطين يستخدموا اليد الحرة لاحظوا الآن بعد البحث الكامل في التصميم والوصول إلى الفكرة النهائية نقوم بدقة في رسم وتأكيد على الحروف بشكلها النهائي استخدمت الآن و